جاب النحت عند الدرامز على فكرة ده يعني قطعة نحت لينا عمليها اللي قدامنا مش هنزينا أنا كنت فاكرة حاجة في الديكور من قطرة جمالها طحفة دي ورد عليها جايزة نحت وهي أهم جايزة نحت للشباب في مصر في مصابقة آدم حنين والدرامز قدامنا وإيه علاقتهم ببقى؟ أنا بس تعودت العني وتنحتي بص هو الموضوع جاي بالتدريج مش كل مرة واحدة أنا بحب المزيكة من أنا صغيرة وإنا صغيرة كنت بلعب بالي مائي فمن وإنا صغيرة عندي علاقة مع الإقاع والمزيكة وكده فلما كان عندي مثلاً كنت مراهقة كعندي سنة 13-14 سنة كده اكتشفت أن أنا نفسي أتعلم درامز قوي وكنت بحبها قوي يعني ما باشم كله إيكو بحس أنه بجد بيخش جوه قلبي ففضلت مأجلة للحلم ده بقى كتير يعني ما روحتش عملت الخطوة دي خالص في الأول بس بعد ما دخلت الكلية وتخصصت في النحت وإنا في سنة تانية دخلت الكلية إيه؟ في نون جميلة نون جميلة قسم النحت وإنا في سنة تانية قررت أن أنا لازم بقى أخذ خطوة في موضوع الدرامز ده الشيء ينفع يتجلها كتير من كده لازم تأخذي خطوة بمعنى إيه الخطوة؟ أبدأ أتعلم بقى وأدرس يعني كل ده من 13 سنة بس بتحبي بحبه قوي تسمعي وعرف أن أنا في يوم الأيام هعزفه وأتعلمه بس عمرك ما عزفتي بس سماعي تحبي تسمعي أهو بحب أروح حفلاتي وأحضر حفلات كتير خلت خطوة وأنت في سنة كم جامعة؟ تانية تانية قلت هبدأ الدرامز تانية قلت هدفة